خلونا دلوقتي انه احنا نصبح على زمنتنا في الستوديو دينا شرف ونعرف منها اخبار التقص والمرور في القاهرة والمحافظات صباح الفل عليك يا دينا صباح خير يا بصان صباح خير يا شازلي صباح السعادة والتفاعل على كل المصريين دينا احنا قرينا بوست كده انه لسه الصيف هيبدأ اه لسه هيبدأ كمان تلات ايام يعني يعني معاد موسم الصيف الرسمي هو 21 يونيو يعني منطق شوية الامطار بتاعت اليومين الفيديو احنا كنا لسه كل ده فترة فصل الربيع فاكيد يعني التغيرات الجوية بتاعت فصل الربيع ريح خمسينية وتغيرات جوية كبيرة مش ده كان في الخريف ريح الخريف لا لا في ربيع تغيرات بقى المناخية خلينا في تغيرات المناخية لكن هو يعني الحمد لله النهاردة هو فيه انخفاض طفيف درجات الحرارة واعتقد ان كمان انا بعرف بقى ان احنا جايين الفجر كده لو نسبة الرطوبة قليلة شوية بيبقى فيه نسمة هوا حلوة خبرة برضو بس خلونا دلوقتي ناخدكم في جولة عن احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاكو جولتنا من القاهرة وتحديدا من ميدان العتبة وهنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش هنلاحظ ان هناك ان فيه كثفات نسبية لحد شارع بور سايد شوية بشوية الطريق هيقل والكثفات كمان وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر وهناك بعض الكثفات المرورية المتقطعة اللي ممتدة لحد الشوارع المؤدية الى شارع رمسيس واللي بيشهد في الوقت الحالي كثفات مرورية وصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية هناخد طريق الكبري اكتوبر اللي بيشهد كثفات مرورية نسبية لسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد فيه كثفات تانية في الاتجاه العكسي ونفس الموضوع اللي جاي من ميدان التحرين لميدينة ناصر وفي محور الناصر بعد نفع الأظهر بيشهد كمان ظهور طباطق بسيط في حركة المرور اللي جاي من صراح سالم لميدان الأوبرا والعكس نروح حلوان وهنبدأ جولتنا هناك من كبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد هنلاقي كمان كتفات نسبية مكملة لحد الكورنيش ووصلة لطريق القاهرة الأوسطي كمان لو فضلنا مكملين عن نفس الطريق هنلاقي في كتفات بدأ التقل تدريجيا لكن هترجع تاني بمجرد وصلنا لطريق حلوان الكريمات معاكو جولتنا في شوارع الجيزة وابتظر كتفات مرورية بميدان مصفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة ده بدأا من نزلة كبري فيصل حتى شارع التحرير وظهرت كمان بعض الكتفات على كبري الجامعة وكمان في كتفات بسيطة على كبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين ده بسبب أعمال التوسعة ولو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وشارع الهرم بدأت كمان تظهر فيه كثافات مرورية نتيجة التحويلات لو هناخد بالنا بقى من غوق الطريق الدائري القادم الأكتوبر ولازم الاتجاه من نافق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق أما القادم من طريق الوحاة وهيفضل في الطريق السياحي الجديد هنروح معاكم الإسماعيلية وهنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاذ ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية معدى بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش على حركة الطريق أما المتجه إلى بورسعيد ففيه سيولة مرورية فيه طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية نروح معاكم لسهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات النسبية هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عد الطرق الرئيسية في سيولة مرورية فيه بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي اللي جمع فيه أيضا كثافة نسبية فيه كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سهاج كمان فيه كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعة الضروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير من جولتنا المرورية خلونا ناخدكم بقى في جولة سعية عن أحوال الطقس النهر ده فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة الطقس هيكون حار نهارا على قهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد فيه نشاط رياح على مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد درجة الحرارة في القهرة النهار ده 34 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45 وأقل درجة حرارة في مطروح 27 درجة هنتابع مع حضراتكم التقسي بالتفصيل لكن بعد شوية